يحدث هذا اليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبد الوبائي إلى رفع مستوى الوعي لدى عامة الناس وتقديم الإرشادات للسكان فإن عنواء الالتهاب الكبد مختلف خير معروف إلى حد كبير إلا بعد الكشف والفحوصات لهذا الصدد نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء حملت لمكافحة مرض الالتهاب الكبد الوبائي الانطلاق الرسمية كانت بمدينة مندلية الواقعة بمقاطعة شاري بولاية شاري باقرمي من جانبه منصق برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا ومرض الالتهاب الكبد الدكتور محمد علي يوسف حقار قال بأن سياسة الوزار في مجال الصحة تأحدت بالاحتمام بالصحة المواطن محافظ محافظة شاري عمر بر كتو أكد في قطابه بأن حملة مكافحة مرض الالتهاب الكبد جاء في الوقت المناسب فإن السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو يولي اهتماما بصحة المواطنين أما ممثل منظمة الصحة العالمية المقيم بالبلاد السيد جون أشار في خطابه بأن هذه الحملة جاءت من أجل توعية المواطنين عن خطورة هذا المرض طالبا من السكان بضرورة إجراء الفحوصات من أجل الحفاظ على صحتهم وحمايتها من الأمراض من جانبها أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة السيدة بركو لويز أشرت في خطابها بأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبد الوبائي من الأهمية بالإمكان أن نتذكر أن أكثر من ملياري شخص مصابين بالالتهاب الكبد بي ومئة وخمسون مليون شخص يحملون عدوى مزمنة بالالتهاب الكبد ولمواجهة هذا المرض تم تنفيذ العديد من الإجراءات بهدف رفع مستوى الوعي بين السكان لذلك علينا القيام بتوعية المواطنين من أجل الإسراع بالقيام بعملية الفحص من أجل حماية أنفسنا من هذا الوباء طالبة أمينة الدولة السيدة بركو لويز من سكان مدينة المندلية لاستفادة من هذه الحملة وخاصة تطعيم الأطفال ضد هذا الوباء من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الألفية علينا أن نعيش بصحة جيدة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية اشتركوا في القناة